حقيقة الوصل الفريق الوحيد اللي في دور الخليج العربي اللي ينوع في التكتيك تلقاه مرة يلعب دفاع متأخر مرة يلعب دفاع متقدم مرة يلعب ضغط عالي مرة يعتمل على الكونتر اتاك مرات وكثير من المرات يعتمل على مهارة اللاعبين في الكوار الثابتة شوف الوصل في حاجة مهمة جدا أيضا يحاول أن يقتل طموح الفريق المنافس لأنه يحاول أن يسجل في أول عشرين دقيقة المرة يتأخر سجل في دقيقة ثلاثين وهذه شغلات ترى مهمة جدا في العامل النفسي عند اللاعب الفريق المنافس لما أنت تحاول تقتل الطموح عنده في التسجيل في أول عشرين دقيقة أو مع بداية المباراة